أروح لك نجيب أتكلم عن الشباب الشباب الاتحاد عفوا الاتحاد كمان كان فيه شحن شوي بالنسبة لي حتى فيه تسديد ركلات الجزاء والإشارة إلى الصمت للجماهير لخلف المرمى وكأنها نتكلم عن نهاية وهي دور 16 صحيح عبد الرحمن الفريقين كانوا مشحونين حتى على المستوى الذهني عبد الرحمن الفريقين ما كانوا حاضرين بالشكل المطلوب أنا شخصيا تفاجأت بالشباب عبد الرحمن الشباب اللي كان مرعب ما قبل فترة التوقف كان فريق يدخل الملعب بشكل مرعب وينهي المباراة حيان في الشيط الأول اليوم الشباب مختلف بنيقة واضح عليه كان أنه داخل مصاب ذهنيا مشتت وهذا ما ساهم في أنه يضيع ركلتها للجزاء الاتحاد أيضا على المستوى البدني عبد الرحمن ما كانوا اللاعبين قادرين هذا المصاب معلومة ولا رأي مصاب أنه معلومة ولا رأي لأنه عندنا عماد لا لا عبد الرحمن نحن متواجدين في الملعب وشايفين اللاعب حتى رابط ربط على ركبته وفي الملعب ما هو بنيقة اللي نعرفه البنيقة اللي يقدم مستويات كبيرة أيضا في الاتحاد عبد الرحمن على المستوى البدني اللاعبين ما كانوا جاهزين وهذا يمكن نقدر نعلله بحكم أن الفريقين عادين من فترة التوقف طويلة ويلعبون مباراة طويلة لمدة 120 دقيقة هذا الشيء كان مبرر صراحة ولكن المباراة بشكل عام ارتقت لذائقة المتابعين وكانت مباراة ممتعة استمتعنا فيها كان ما يعيب المباراة عبد الرحمن للأمانة توقيتها اللي كان فيه توقيت جدا أقدر أقول لك متأخر خصوصا أننا اليوم في فصل الشتاء الأجواء باردة ولكن تأخير المباراة تخيل مباراة امتدت لمدة 120 دقيقة الجمهور طلع من الملعب الساعة 12 ونصف في الليل فأتوقع أنه كان بالإمكان أفضل أنه التوقيت يكون شوية مبكر حتى الجميع يستمتع ويرجع بعد المباراة كمان يقضي وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء خصوصا أن المباراة كانت في نهاية الأسبوع واضح أنك تبيت حظر المباراة تستانس تبيت تروح الديوانية وتستانس استاذ هو شيء واحد في حياتك في اليوم ما يحتاج تسوي الثنتين يا أستاذ نجيب لا يحضر شيء واحد أنا ما أقوله ما أقالبك عن مثل التوقيت لا عبد الرحمن أنا ما أتكلم لك عبد الرحمن أنا ما أتكلم لك عن نفسي أنا أتكلم عن حديث الشارع الرياضي الجمهور الشبابي الجمهور الاتحادي المتابعين كل الناس كانت مستاءة من التوقيت ويمكن تسأل الزملاء يعني يشاركونا بشوية في الأراء سعادة سعادة يشاركونا بشوية